السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم واحد بمسلسل كف وتفوف اليكم ملخص الحلقة عشرين ولكن قبل ان نبدأ بالفيديو اشترك في القناة وفعل لا زر الجرس لك اصلك كل جديد تبدأ احداث الحلقة لما مشوفه واحدة جابت سليمة عبيتها من شأن تعالجها بنتها المريضة النسي بعدها بتكون صاحبة البيتة لها حتى عليها سليمة بتبلغ عنها او عبتستخدم السحر وبتاخد سليمة على المغفر بعدها اولاد سليمة بدوا دوروا عليها وبيتصلوا بابنها حمود وبيخبروه انه سليمة بالمغفر بعدها بتروح سميرة وهيالة عند سليمة على المغفر وبيطالعوها من المغفر بعدها نجدت بتقول لساميرة بانه امها استخدمت موحبتها وتعاملت مع الجل الطالع مصاري منها الشغلي وساميرة بتنزعج من كلام نجدت وتقول لها امي مو مسكوني وبقول لها نجدت بترد ساميرة بعدها هي بتقعد مع سليمة وتتحكي بتحكيها وبتقول لها دي الرأبالة لانه مو كل مرة بتسلم الجرة وكيف فاتت على المغفر هذيك المرة بعدها من شوف هي بتاخد سليمة لتتعالج لتعالجها من حالتها النفسية وبعدها بترجع سليمة على البيت وبتشوفها ساميرة وبتكون سليمة كتير تعباني بعدها بيعرفها ولادها بانه خالتها هي اخدتها لا سليمة لتتعالجها وبتتخانقوا ولا سليمة ما هي ليش اخدت ام هون بدون علمها بعدها سنين بيروح لطارق طارق من المكتب بيكون حاطط في مخدرات اول شي بيسأله سنين شو عم تساوي هون بيقول له طارق خربطت ولما بيشوف خليفت لطارق بيقول له شو عم تساوي هون وبشك سنين بيقول له بتظل يحقق معه لا يخبره بانه حاطط مخدرات بالمكتب وبيعرف سنين بانه طارق جاي من طرف مبارك وبيعرف لعنده مبارك وبيقول له استلم وساختك وبيروح بعدها بيجو ولادها سنين لعند سليمة سميلة وبتكون ام هون قررت تترك هون وتتزوج وبيضل لعند سليمة بعدها منشوف انت مبارك مغفورة ومزعوجة وبتجي لعند نجاتة وبتقول له بتلتقي فيها وبعند نجاتة تاخد على بيت سليمة وتتفاجأ سليمة لما بتشوفها بتنتهي عداز ترجمة نانسي قنقر